السلام عليكم يعطيكم العافية أنا الأستاذ نور دريس إن شاء الله اليوم رح نشرح الدرس الأول من الوحدة الخامسة لطلاب التوجيه الأدبي اللي هي الإحصاء والإحتمالات أول درس عندنا اللي هو درس مبدأ العد مبدأ العد هو عملية حساب الخيارات المتاحة أمام شخص ما في عملية اختيار هذا كتعريب درس كثير سهل وبسيط بقول لي مبدأ العد هو أنا لما بدي أجي أعمل عملية ما بعدد نون واحد من الطرق ثلاثة هذه العملية عملية ثانية يمكن إجراءها بعدد نون اثنين من الطرق وهكذا بقول لي فإن عدد الطرق هو عملية حاصل ضرب الخيارات الموجودة عندي اللي هو حاصل ضرب نون واحد نون اثنين نون ثلاث نشوف كيف بأمثلة عندنا المثال الأول بقول لي مطعم يقدم ثلاث أنواع من الشوربة ونوعين من السمك بقول لي بكم طريقة يمكن اختيار وجبة مكونة من نوع من الشوربة ونوع من السمك بالنسبة إن الشوربة أنا أمامي عشان أختاري الشوربة أمامي ثلاث طرق لأنه أنا عندي ثلاث أنواع بالنسبة أن أيضا للسمك أنا عندي نوعين من السمك فأقدر أختارهم بطريقتين بقول لي مبدأ العد هو حاصل ضرب الخيارات المتاحة أمامي فبكون بالنسبة إلي ثلاث ضرب ثنين بتساوي ستة معناته بكم طريقة يمكن اختيار وجبة مكونة من نوع من الشربة ونوع من السمك معناته بالنسبة إن عدد الطرق راح تكون بتساوي ستة اللي هي حاصل ضرب الخيارات المتاحة أمامي لو أجينا على المثال الثاني بقول لي اراد شخص السفر من عمان الى كبرص مرورا بدمشق فاذا كان بامكانه السفر من عمان الى دمشق عن طريق الطائرة القطار او السيارة بالنسبة ان طريقة السفر من عمان الى دمشق معطيني ثلاث طرق طريقة الاولى الطائرة الطريقة الثانية القطار الطريقة الثالثة السيارة معناته عدد الطرق السفر من عمان الى دمشق ثلاث فبعجي بحكي من عمان الى دمشق انات عدد الطرق المتاحة امامي ثلاث اللي هي إما الطائرة أو القطار أو السيارة بالنسبة أنه بقولي وبإمكانه السفر من دمشق إلى قبرص معناته بدي أكمل من دمشق إلى قبرص بيحكي لي أمامي إما عن طريق الطائرة أو السفينة معناته أمامي احتمالين بقولي بكم طريقة بقدر أسافر من خلالها من عمان إلى قبرص طب من عمان لدمشق بقولي ثلاث طرق ومن دمشق إلى قبرص بطريقتين معناته بالنسبة أنه قلنا عدد الطرق هي عبارة عن حاصل ضرب ثلاث ضرب اثنين امامه ست طرق للسفر من خلالها من قبرص الى من عمان الى قبرص نيجي هون على المثال رقم ثلاث بقول لي محل لبيع المجمدات الغذائية في ثلاث انواع مختلفة من الاسماك يعني الاسماك انا امامي ثلاث خيارات لا اختار ثلاث طرق بقول لي اربع انواع مختلفة من اللحوم بالنسبة لنا اللحوم عندي اربع انواع بقول لي ونوعان مختلفان من الدجاج وبالنسبة ان الدجاج بقدر اختار عندي من نوعين بقول لي بكم طريقة يمكن لاحد الزبائن ان يشتري نوعا واحدا من كل من الاسماك واللحوم الحمراء والدجاج معنات انا اختار نوع من الاسماك واللحوم والدجاج ايش هم عدد الطرق المتاحة امامي بالنسبة زي ما حكينا اينا عدد الطرق هي عبارة عن حاصل ضرب الخيارات المتاحة امامنا فبالنسبة لي ثلاث ضرب اربعة اتناش ضرب اثنين اربعة وعشرين طريقة معناته انا بقدر اختار نوع من الاسماك ونوع من اللحوم والدجاج باربعة وعشرين طريقة نيجي على المثال رقم اربع بحكي ان بكم طريقة يمكن اختيار رئيس ونائب للرئيس في البرلمان المدرسي من اعضاء البرلمان البالغ عددهم عشرين عضو بالنسبة ان انا بدي اختار رئيس وبيدي اختار نائب للرئيس هاسا هون الرئيس بكم طريقة اختاروا انا بالاصل عندي عشرين عضو معناته الرئيس بقدر اختاره بعشرين طريقة بالنسبة انى هاسا هون نائب الرئيس انا بكم طريقة بقدر اختاره بما اني 카� Bella اطلب رئيس من العشرين عضو معناته الاعضاء ستقل واحد لان انا اخترت شخص اقصد رئيس عليهم فالأعضاء المتبقيين بالنسبة لنا هو عبارة عن 19 عضو فأنا بقدر أختار نائب الرئيس ب19 طريقة السبب إحنا اخترنا الرئيس من أصل 20 عضو الأعضاء أصبح منهم واحد شخص سمينا الرئيس تبقى من الأعضاء 19 شخص هذول بقدر أختار منهم نائب لهذا الرئيس فمن يجيب نحكي عدد الطرق المتاحة أمامي هي 20 ضرب 19 20 ضرب 19 هي عبارة عن 380 طريقة نجيب على المثال رقم 5 مثال بهمنا كثير كم عددا مكونا من منزلتين يمكن تكوينه من مجموعة العداد 1 و 2 و 3 في كل مما يأتي ألف إذا سمح بالتكرار أنا بدي أكون عدد من منزلتين معناته أنا عندي المنزلة الأولى والمنزلة الثانية بقدر أجي أحكي منزل أولى منزل ثانية ممكن أجي أحكي أحد وعشرات منزل أولى أو منزل ثانية وبقدر أحكي أحد أو عشرات بأجيب أحكي أنا كم عدد موجود عندي عدد عددين ثلاث معناته عدد الخيارات المتاحة أمامي ثلاث إيش يعني إذا سمح بالتكرار يعني العدد اللي بختاره للمنزل الأولى بقدر أختاره نفسه للمنزل الثاني طب من المنزل الأولى كم طريقة بقدر أختار فيها عدد أجيب أحكي عدد الخيرات الأمامي واحد اثنين ثلاث معناتو عندي ثلاث طرق لاختيار العدد الموجود في المنزلة الأولى بالنسبة للمنزل الثاني بما أنه سمحلي بالتكرار زي ما حكينا معناتو العدد اللي باختاره في المنزل الأولى بقدر أختاره في المنزل الثانية معناتو عدد الطرق المتاحة أمامي ما بتتغير فباجيب أحكي ثلاث ضرب ثلاث وتساوي تسع طرق بقوللي بفرعبها إذا لم يسمح بالتكرار معنات أني عندي هإن المنزل الأولى وعندي المنزل الثاني المنزل الأولى بكم طرية أخطارها مثل ما رأينا ضرب المنزل الثاني لم يسمح بالتكرار هذا معناه إنو العدد censعها أستعى ثنين يعني بحكي ثلاث أخطار منهم واحد كأني طرحت منهم واحد كما يظل عندين عندي عددين بدي أمثل من هذول العددين عدد يمثل لي المنزلة الثانية فبالنسبة لنا عدد الطرق المتاحة أمامنا إذا لم يسمح بالتكرار ثلاث ضرب اثنين وتساوي ست طرق المثال رقم ستة كم عددا مكون من ثلاث خانات يمكن تكوينه من مجموعة الأعداد واحد ثلاث ستة سبعة ثمانية في كل من الحالات الآتية بقول للحال الأولى إذا سمح بالتكرار معناته أنا عندي بدي عدد مكون من ثلاث منازل المنزل الأولى المنزل الثانية والمنزلة الثالثة وبقدر زي ما حكينا أحكي أحد وعشرات ومئات بالنسبة لنا باجي بحكي كم عدد بدي أخطار منهم أنا مجموعة الأعداد تتكون عدد عددين ثلاث أربعة خمسة معناته أنا عندي خمس أعداد بدي أخطار منهم عدد مكون من ثلاث خانات معناته المنزل الأولى بكم طريقة بقدر أخطارها بعدد الطرق المتاحة أمامي اللي هي خمسة ضرب المنزل الثانية بما أنه سمح لي بالتكرار العدد اللي اخترناه في المنزل الأولى بقدر أخطاره نفسه في المنزل الثانية معناته إذا كان العدد منازل المنزل الأولى بأختارها بخمس طرق المنزل الثاني أيضا بقدر أختارها بخمس طرق وأيضا المنزل الثالثة بقدر أختارها بخمس طرق لأنه سمح بالتكرار فبطلع بالنسبة ان عدد الطرق يساوي مية وخمسة وعشرين لو اجينا على الفرع الثاني اذا لم يسمح بالتكرار باجي بحكي انا عندي المنزل الاولى منزل واحد منزل اثنين ومنزل ثلاث وزي ما حكينا بقدر احكي احد وعشرات ومئات انا باجي بحكي المنزل الاولى بقدر اختارها في عدد الطرق المتاحة امامي طريقة ثنتين ثلاث اربعة خمسة المنزل الاولى بقدر اختارها في خمس طرق بقول لي لم يسمح بالتكرار معناها العدد اللي اخترناه في المنزل الاولى ما بختاره في المنزل الثاني معناته من عدد الطرق الموجود عندي بدي اطرح واحد معناته اخترنا عدد من المنزل الاولى كم عدد بتبقى عندي من الخمسة تبقى عندي اربع اعداد وهم اربع طرق بقدر اختار من خلالهم المنزلة الثانية حسة المنزلة الثالثة قلنا لم يسمح بالتكرار عندي أربع أعداد اخترنا منهم واحد للمنزل الثاني كم عدد بتبقى عندي ثلاث أعداد اللي هم بمثلولي عدد الطرق اختيار العدد للمنزلة الثافر حاصل ضربهم خمسة ضرب أربعة عشرين ضرب ثلاث ستين معناته أنا بقدر أختار من هذول الخمس أعداد عدد مكون من ثلاث خانات بدون تكرار بستين طريقة نيجي على المثال رقم سبعة بقولي كم عددا يقبل القسم على خمسة يمكن تكوينه من منزلتين من مجموعة الأعداد أول شي عشان نعرف شو هي الأعداد اللي بتقبل القسم على خمسة هي الأعداد اللي المفروض تكون المنزل الأولى إلها أو الآحد زي ما إحنا بنعرف إما بتكون إما صفر أو خمسة إذا كان هذا العدد الآحد إلو صفر أو الآحد إلو خمسة بيقبل القسم على خمسة فنشوف كيف بقولي أول شي إذا سمح بالتكرار العدد بدو يتكون من منزلتين معناته أنا بالنسبة إلي المنزل الأولى والمنزلة الثانية إذا سمح بالتكرار باجي بحكي بكم طريقة بختار المنزل الأولى زي ما حكينا المنزل الأولى اللي بتمثل الأحد عشان يكون العدد بيقبل القسم على خمسة لازم يكون العدد إما صفر أو خمسة فباجي بحكي الصفر من ضمن العداد الموجود عندي مش موجود أنا عندي الأعداد الواحد الاثنين الثلاث الأربعة الخمسة الستة السبعة الصفر مش موجود عندي الموجود فقط الخمسة معناته المنزل الأولى بقدر أختارها في طريقة واحدة فقط وهي اللي هي العدد خمسة يكون عشان يكون هذا العدد بيقبل القسم على خمسة ضرب المنزل الثاني مش لازم يكون عليها شروط ما رح يكون عندي شروط بما إنه سمح لي بالتكرار معناته بقدر أستخدم الخمسة كمان مرة فباجي بحكي عندي طريقة ثنتين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة واحد ضرب سبعة فبيكون بالنسبة إنه عدد الطرق يساوي سبعة نجع رأى في الرعبات إذا لم يسمح بالتكرار باجي بحكي المنزل الأولى المنزلة الثانية الشرط على المنزل الأولى طريقة واحدة فقط عشان يكون العدد بيقبل القسم على خمسة زي ما حكينا منزلته الأولى أو منزلة الأحد لازم تكون إما صفر وإما خمسة الصفر حكينا مش موجود عندي معناته المنزل الأولى ما بقدر حط فيها إلا خمسة معناته احتمالات المنزل الأولى عندي احتمال واحد فقط باجي بحكي لم يسمح بالتكرار معناته المنزل الثانية الخمسة مش لازم تكون موجودة معي في الحل فبعد الأعداد واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة فبصير عندي واحد ضرب ستة بطلع الجواب بالنسبة إلنا ست طرق نيجي على المسألة رقم ثمانية مسألة كثير مهمة بالنسبة إلنا بقول لي أرادت دائرة السير صنع لوحات معدنية للسيارات تحمل كل منها حرفين مختلفين عندي بالنسبة إلنا أول إشي حرفين مختلفين هاي الحرف الأول وهي الحرف الثاني حرفين مختلفين من أحرف اللغة العربية زي ما اتفقنا حرفين مختلفين معناته ما في تكرار كأنه بقول لي الأحرف ما بدي أكررها بقول لي في السؤال ملاحظة كثير مهمة عدد حروف اللغة العربية ثمانية وعشرين معناته الحرف الأول بكم طريقة بقدر أختاره بقدر أختاره بثمانية وعشرين طريقة بما أنه بدي حرفين مختلفين معناته الحرف اللي اخترته أول واحد ما رح اختاره بالحرف الثاني فبالنسبة لنا عدد الاحرف رح اتقل الواحد فباجي بحكي ضرب 27 باجي بسأل حالي هيخ خلص الحال اكيد لا لان شو طالب كمان بقول لي متبوعا بثلاث ارقام هاي الرقم الاول هاي الرقم الثاني وهاي الرقم الثاني بقول لي من الواحد للتسعة بالنسبة لنا الارقام من واحد لتسعة لو فكناها واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية وهي التسعة ولو بدي اعدها واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة بالنسبة انها بتكون عبارة عن تسع اعداد بقول لي كم لوحة مختلفة يمكن صنعها اذا علمت عن عدد حروف اللغة العربية ثمانية عشرين حرف واستخدمناهم في الحل بدهم اتبوعا بثلاث ارقام الارقام ما حطي شرط عليهم فبعتبر انه التكرار مسموح الاحرف الارقام ما قلنا فيه شرط عليهم معناته التكرار مسموح الرقم الاول بقدر اختاره مجموعة الاعداد عندي بتتكون من تسعة معناته انا بقدر اختاره بتسع طرق الرقم الثاني ايضا بقدر اختاره بتسع طرق الرقم الثالث بقدر اختاره ايضا بتسع طرق هسهو اللوحة بدويها بتتكون من حرفين مختلفين متبوعا بثلاث ارقام معناته بدي تكون اللوحة نفسها بتحتوي على حروف وارقام فعدد الطرق المتاحة امامي بدي يكون حاصل ضرب احتمالات الحروف اللي ممكن تطلع معي وبنفس الوقت حاصل ضرب احتمالات الارقام اللي ممكن تطلع مع نيجي هون على الشق الثاني من درسنا اللي هو طرق العد او مبدأ العد الشق الثاني اللي هو المضروب ننتعرف على اشي جديد اسمه المضروب طبعا بالنسبة لنا يرمز للمضروب بالرمز اللي هو نفس رمز علامة التعجب ويكون للاعداد الصحيحة الموجبة بمعنى ما بو زبط اجي احكي كسر بدي اوجد له مضروب ما الو قيمة بالنسبة لنا ما بيصير يكون عندي عدد سالب يعني ما بقدر اجي اقول لك اوجد لي مضروب السالب خمسة هذا الحكي بالنسبة لنا ايضا ما بجوز فبالنسبة لنا المضروب يكون فقط للاعداد الصحيحة الموجبة بقول لي في عندي حالة خاصة للمضروب اللي هي السفر سفر المضروب قيمته ثابتة اللي هو واحد تمام بالنسبة لنا نون مضروب بقول لي هو نون مضروب في نون ناقص واحد نون ناقص اثنين نون ناقص ثلاث لحد ما اصل لعند الواحد شو معناها هاي معناها انا بمسك العدد اللي معطيني اياه بعدين بضربه في عدد اقل منه في واحد بعدين في عدد اقل منه باثنين اقل منه بثلاث نشوف كيف بامثلة بقول لي في المثال عنا جد قيمة كلا من ما يأتي بقول لي الواحد مضروب الواحد مضروب ايضا قيمته بتساوي واحد لو اجينا على الاثنين مضروب بقول لي العدد بضربه في العدد اللي اصغر منه هاي اثنين مضروب هاي الاثنين العدد الاصغر منه واحد و بوقف 2 x 1 x 2 نيجي على الثلاث مضروب بوقف اوخذ الثلاث ضرب العدد الأصغر من الثلاث مباشرة رو 2 gly Sha interchange 2 x 1 و بوقف عندي الواحد ثلاث ضرب اثنين 6 ضرب واحد 6 معناته الثلاث مضروب قيمتها 6 نيجي نحكي الأربعة مضروب بالنسبة لي هاي الأربعة يلا مضروبها في عدد أصغر منها مباشرة اللي هو الثلاث عدد أصغر منها مباشرة اللي هو الاثنين عدد اصغر منه مباشرة عندي الواحد وبوقف اربعة في ثلاث اتناعش في اثنين اربعة وعشرين وهيك انا اوجدت مضروب الاربعة نيجي على الخمسة بقولي الخمسة مضروب هو عبارة عن خمسة اخذناها زي ما هي ضرب العدد الاصغر من الخمسة مباشرة اربعة ضرب العدد الاصغر من الاربعة مباشرة ثلاث ضرب اثنين ضرب واحد فبيصير عندي خمسة ضرب اربعة عشرين ضرب ثلاث ستين ضرب ثلاث مضروب قيمته مية وعشري نجي نحكي الست مضروب وعبارة عن الست منخذها العدد الأصغر منها مباشرة الخمسة ضرب الأربعة ضرب ثلاث ضرب اثنين ضرب واحد وتساوي بالنسبة أنه سبعمية وعشري إذن الست مضروب قيمته سبعمية وعشري نجي على آخر واحدة السبعة مضروب زي ما حكينا السبعة باخذها زي ما هي سبعة ضرب العدد الاصغر منها مباشرة ستة ضرب خمسة ضرب أربعة ضرب ثلاث ضرب اثنين ضرب واحد وتساوي خمس تلاف واربعين بالنسبة ان مضروب هذول الاعداد لو حفظناهم هذا الحكي رح يكون بسهل علينا كثير في الحل فانا مضطر اني انا اكون حافظ مضروب الواحد انه قيمته واحد حالة خاصة زي ما حكينا السفر مضروب قيمته واحد لاثنين مضروب لازم اكون عارف قيمته انه بتساوي اثنين الثلاث مضروب لازم نكون عارفين انهو ستة الاربعة مضروب نكون عارفين الاربع وعشرين يعني لو اجيد سألتك الاربع وعشرين بقدر اكتبه على صورة عدد له مضروب نعم رح تقولي الاربع مضروب هو قيمته اربع وعشرين الخمسة مضروب اللي هو المية وعشرين ستة مضروب اللي هو سبعمية وعشرين والسبعة مضروب اللي هو خمس تلاف واربعين نيجي نحكي عندي هون ملاحظة كثير مهمة انه بالنسبة ان المضروب ما بقدر اوزعه لا على جمع ولا على طرح ولا حتى على عملية الضر لو اجينا نشوفنا في مثال معطيني اجدت قيمة كلا مما يأتي في المثال الاول ثلاثة زائد اثنين بين قسان مضروب في المثال اللي جمبه معطيني ثلاثة مضروب زائد اثنين مضروب ننشوف يا هلطرى القيمتين رح يكونوا متساويات ولا لا فبعجب احكي بالنسبيلي ثلاث زائد اثنين كاولوية للأقواس ثلاث زائد اثنين قيمتها خمسة وعند المضروب فصار عند الجواب هو عبارة عن نفس القيمة خمسة مضروب ونحن زي ما حكينا لما نكون حفظين مضروب الاعداد للسبعة بسهل علينا كثير في الحل فبالنسبيلي الخمس مضروب قيمتها هو تساوي الخمس مضروب زي ما حكينا قيمتها مية وعشرين فبطلع عند الجواب بساوي مية وعشرين نجعل جنبها ثلاث مضروب زائد اثنين مضروب احنا منعرف انه الثلاث مضروب قيمتها زي ما حكينا بتساوي ستة زائد الاثنين مضروب قيمتها ثنين بطلع بالنسبة لي الجواب ثمانية لو طلعنا على هذول القيمتين المية وعشرين والثمانية قيمتين غير متساويات من هون منيجي منحكي انه المضروب لا يوزع على الجمع تمام وبنفس الفكرة لو كانت عندي بناتهم اشارة الطرح ما رح تطلع القيم متساوية نجي على المثال رقم اثنين معطيني بن قسان ثلاث ضرب اثنين مضروب وثلاث مضروب ضرب اثنين مضروب بالنسبة لي اولوية اقواس ثلاث ضرب اثنين هي عبارة عن ستة هاي ستة وعندي المضروب زي ما هو زي ما حكينا قيمة الستة مضروب بتساوي سبعمية وعشرين نجي على ثلاث مضروب ضرب اثنين مضروب احنا منعرف ثلاث مضروب قيمته ستة ضرب لاثنين مضروب قيمتها عبارة عن اثنين فباجي بحكي ستة ضرب اثنين بتساوي اثناش وبطلع عندي انه القيمتين مش متساويات وبها الحالة ايضا المضروب لا يوزع على الضرب وتلقائيا لا يوزع على القسمة نيجي على مثال كثير مهم بيهبني لقدام في الحل بقولي اكتب خمس اشكال مختلفة للعشرة مضروب بالنسبيلي العشرة مضروب زي ما حكينا الصورة اللي احنا تعلمناها اكتب على صورة 10 بظل انا نقص منه واحد ضرب 9 8 7 6 5 4 ضرب 3 ضرب 2 ضرب 1 وباوقف هاي بالنسبة انه قيمة العشرة مضروب طب اكتبها بصورة ثانية طبعا باجي بحكي العشرة مضروب تساوي عشرة ضرب بدي اوقف عندي التسعة بدي بس لعندي التسعة اوقف باجي بحط اشارة المضروب عندي التسعة فالعشرة مضروب هي نفس قيمة العشرة ضرب التسعة مضروب طب داكتبها بصورة ثالثة العشرة مضروب بتساوي عشرة ضرب تسعة ضرب ثمانية ضرب سبعة انا حابة اوقف عندي السبعة باجي بحط عندي العدد اللي وقفت عنده اشارة المضروب فصارت عندي العشرة مضروب عبارة عن عشرة ضرب تسعة ضرب ثمانية ضرب سبعة مضروب داكتبها بصورة رابعة عشرة مضروب هي عشرة ضرب تسعة ضرب ثمانية ضرب سبعة ضرب ستة بدي اوقف عندي الخمسة باجي بحكي الخمسة مضروب صورة اخيرة بدي اوقف مثلا عندي العدد ثمانية فباجي بحكي العشر مضروب هو عبارة عن عشرة ضرب تسعة ضرب ثمانية وبحط لها اشارة المضروب معناته انا بالعشر مضروب او اي عدد كان مضروب بدي اوقف عند العدد اللي بناسبني ولما اوقف بس بحط اشارة المضروب يعني هون في الرقم اثنين العشر مضروب قلنا بتساوي عشر ضرب تسعة مضروب انا حاب اوقف عندي التسعة العدد اللي وقفنا عنده حطيت عنده اشارة المضروب في الصورة رقم 3 أنا حبيت أوقف عند السبعة بحط عند السبعة المضروب بدي أوقف عند الخمسة حتي أنا عند الخمسة إشارة مضروب أي عدد بوقف عنده بس بحط إشارة المضروب لو أجينا شفنا المثال جد قيمة كل من ما يأتي معطينا بالفرع الأول 4 زائد 2 بين قسين مضروب هاي جوابها بكل بساطة أول شيء 4 زائد 2 قيمتها 6 عند المضروب هاي المضروب فباجي بحكي الست مضروب المفروض نحن نكون حفظين هاي القيم للتسهيل علينا الجواب هي عبارة عن 6 ضرب 5 ضرب 4 ضرب 3 ضرب 2 ضرب 1 ولو إحنا حافظينها بسهل علي كثير في الحل فقيمة الست مضروب هي عبارة عن 720 نيجي على المسألة رقم 2 4 مضروب زائد 2 مضروب إحنا بنعرف أنه الأربع مضروب قيمته بتساوي بالنسبيلي 24 الاثنين مضروب قيمته 2 فبطلع عندي الجواب 24 زائد 2 هو عبارة عن الستة وعشرين نيجي على المسألة رقم 3 معطيني 4 مضروب ناقص 2 مضروب زي ما حكينا الاربع مضروب هو عبارة عن الاربع وعشرين هاي الناقص نزل زي ما هو اثنين مضروب قيمته اثنين فباجي بحكي 24 ناقص اثنين بتساوي اثنين وعشرين لو أجينا شوفنا في الطرح 4 ناقص اثنين الكل مضروب فباجي بحكي أولوية أقواص 4 ناقص اثنين اثنين بنزل إشارة المضروب زي ما هي فصارت عندي اثنين مضروب وتساوي اثنين ولو لاحظنا انه المضروب لا يوزع على الطرح نيجي على المسألة رقم 5 معطيني 8 مضروب على 7 مضروب هون عشان اقدر احلها بما انه البست عدد اكبر من المقام الثمانية مضروب لما افكها بقدر اجي احكي 8 ضرب 7 اوقف عندي السبعة زي ما حكينا في المثال اللي فوق بدي اكتب خمس اشكال مختلفة للعشر مضروب انا بقدر اوقف عندي السبعة وحط عندها اشارة المضروب على المقام اللي هي 7 مضروب وبإمكاني اختصر 7 مضروب مع 7 مضروب بيطلع عندي الجواب 8 هاي الطريقة استخدمناها في الحل بدل ما اكتب الثمانية مضروب اللي هي مفكوكها ثمانية ضرب 7 ضرب 6 ضرب 5 الى اخيره لعند الواحد وارجع اضرب افك السبعة مضروب اللي هي 7 ضرب 6 ضرب 5 ضرب 4 الى اخيره لعند الواحد واختصرهم بإمكاني اوقف عندي السبعة ونحط اشارة المضروب في المسألة رقم 6 معطيني 12 مضروب على 8 مضروب ضرب 4 مضروب زي ما حكينا بوجف عندي 8 وبحط لإشارة المضروب عشان الاختصار هيصارت عندي 12 ضرب 11 ضرب 10 ضرب 9 ضرب 8 وبوجف عندي 8 قلنا العدد اللي بوجف عنده بحط لإشارة المضروب على 8 مضروب الأربعة مضروب بفكها 4 ضرب 3 ضرب 2 ضرب 1 باجي بحكي 8 مضروب مع 8 مضروب باختصرها 4 ضرب 2 4 ضرب 3 قيمتها 12 هي اختصرناها مع الـ 12 الـ 2 مع العشرة بعطيني 5 صفت عندي المسألة بتساوي 11 ضرب 5 ضرب 9 وسهلت على حالي كثير في الحل في المسألة رقم 7 معطيني 5 مضروب على 3 مضروب بنفس الطريقة باجي بحكي 5 مضروب هي عبارة عن 5 ضرب 4 ضرب 3 مضروب وقفنا عندي الثلاث عشان اختصرها مع المقام هاي الثلاث مضروب باختصر ثلاث مضروب مع ثلاث مضروب بيظل عندي 5 ضرب 4 قيمتها بتساوي 20 7 مضروب على العشرة مضروب العدد الكبير هو اللي بفك له المضروب يعني انا عندي مين اكبر السبعة ولا العشرة اكيد العشرة فالسبعة مضروب في البسط بخليها نفس القيمة على العشرة مضروب بفكها لعندي السبعة هاي عشرة ضرب 9 ضرب 8 ضرب 7 مضروب اختصرنا 7 مضروب مع 7 مضروب بطلع عندي الجواب 1 على 10 ضرب 9 ضرب 8 ونحن نعرف أنه 9 ضرب 8 قيمتها 72 ضرب 10 هي عبارة عن 720 فالجواب بالنسبة لي 1 على 720 في المسألة الرقم 9 معطيني 10 مضروب على 3 مضروب ضرب 7 مضروب العشرة بفك لحد ما وصل لل7 عشان الاختصار أسهل إلي في عملية الحل هذه 10 ضرب 9 ضرب 8 ضرب 7 مضروب ويقف على 5 مضروب ثلاث ستة ضرب 7 مضروب ثلاث مضروب ثلاث مضروب ثلاث مضروب ثلاث مضƉves أختصر سبع مضروب من البسط مع سبع مضروب من المقـام الستة، لو اختصرت علي الثلاث، كل eficien سوف نضع به ثلاث ثلاث الثمنعة أثنين في كارها Loux كل أخرج في كارها، كلار كلير على ف finden ثلاث مفرس لكي يظهر الجواب إلي الغ unders Mill عشرة 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 500 شغير مضال ضرب ثلاث sixر average على بان قسان 20 ناقص 2 الكل مضروب ضرب 2 مضروب بالنسبة لي البسط بخليه زي ما هو باجه على المقام 20 ناقص 2 تعطيني 18 هيك عرفت انا العشرين لوين بدي اوقف بوقف عندي 18 عشان تصير عندي عملية الاختصار منعرف انه الاثنين مضروب قيمتها اثنين وتساوي انفك البسط 20 ضرب 19 ضرب 18 مضروب و بوقف على 18 مضروب ضرب 2 18 مضروب مع 18 مضروب اختصرها الاثنين مع العشرين بيظل عندي عشرة عشرة ضرب 19 وتساوي 190 هون المسألة رقم 11 نون مضروب على نون ناقص 2 مضروب باجي بحكي على الصورة العامة للمضروب هي نون المرة البعدي بطرح منها واحد هي نون ناقص واحد المرة البعدي بطرح منها اثنين هي نون ناقص 2 و مضروب و هو وقف ليش وقفت عند نون ناقص 2 مضروب عشان اختصرها مع نون ناقص 2 مضروب اللي في المقام هي على نون ناقص 2 مضروب باختصر بيظل عندي وتساوي نون في نون ناقص واحد نيجي على المسألة رقم 12 نون زائد 2 مضروب على نون مضروب قلنا المضروب باخذ القيمة زي ما هي هي نون زائد 2 باخذها زي مهي يلا ننترح منها واحد نون زائد 2 ناقص واحد يتصر عندي نون زائد واحد دع AS هي نون مضروب مع نون مضروب شو بيضل عندي الجواب نون ثانة 2 فنون زائد واحد نيجي على المسألة رقم 13 نون زائد واحد مضروب قلنا المضروب بأخذها زي ما هي هاي نون زائد واحد المرة البعديها دطرح منها واحد بتروح الواحد بظل عندي نون دطرح كمان واحد هاي نون ناقص واحد مضروب على نون ناقص واحد مضروب عملية الاختصار نون ناقص واحد مضروب مع نون ناقص واحد مضروب بظل عندي نون زائد واحد مضروبة في نون المسألة رقم 14 والأخيرة معطيني 15 مضروب على 12 مضروب ضرب 3 مضروب قلنا 15 مضروب هذا 15 ضرب 14 ضرب 13 ضرب 12 أنا أوقف عندي الـ 12 لكي أختصرها مع المقام العدد الذي أوقفت عندي أضعه إشارة المضروب على 12 مضروب ضرب الثلاث مضروب قيمته 6 هذا 12 مضروب مع 12 مضروب يظل عندي الجواب فيه اختصار بين الـ 6 و 15 على ثلاث على ثلاث يظل عندي خمسة هنا يظل عندي اثنين فصالت خمسة ضرب الـ 12 و الـ 14 يظل عندي اختصار هنا أحكي سبعة و هنا واحد فصالت جواب خمسة ضرب سبعة ضرب 13 وهيك حلينا رقم 14 نأتي على مثال كثير مهم بقول لي جد قيمة نون في كل مما يأتي في المسألة رقم واحد ما أعطيني؟ نون مضروب تساوي 720 حس أول إحنا حكينا بدنا نكون حفظين لعندي السبع مضروب بتسهل علي كثير في الحال فأحكي النون مضروب بتساوي السبعمية و عشرين بدي أكتبها على صورة مضروب زي ما احنا حكينا في المثال الصابق السبعمية و عشرين هي عبارة عن ستة مضروب هي كتبتها صار عندي الطرفين فيهم مضروب باجي بختصر مضروب مع مضروب فبظل عندي من الطرف الأول نون من الطرف الثاني ستة وهيك أنا أوجدت قيمة نون و زي ما حكينا طول ما إحنا حفظين المضروب لعندي السبعة بسهل علي كثير في الحل فباجي بحكي نون مضروب بتساوي سبعمية و عشرين السبعمية و عشرين بقدر أكتبها على صورة عدد مضروب أكيد شو هو هذا العدد بالنسبة انه الستة اختصرنا مضروب مع مضروب ظل عندي نون تساوي ستة نجعل المثال رقم اثنين هاي نون زائد واحد وهي المضروب تساوي المية و عشرين بقدر أكتبها على صورة عدد مضروب أكيد شو هو الخمسة مضروب نحن نعرف أنه الخمسة مضروب قيمته مية و عشرين بقدر أختصر المضروب مع المضروب تصبح عندي نون زائد واحد تساوي خمسة ناقص واحد للطرفين صارت عندي نون وتساوي أربعة لما نعوض أربعة مكان نون أربعة زائد واحد خمسة مضروب الخمسة قيمته مية و عشرين وهيك انا حلت هذه المثالة نجعل سؤال رقم ثلاث بقولي نون ناقص ثلاث بين قسين مضروب يساوي 24 هذه نون ناقص ثلاث مضروب تساوي كل الهدف من هذا السؤال انه الطرف الثاني ألاقي له عدد له مضروب فباجي بحكي الاربع عشرين شو العدد اللي مضروبه بعطيني اربع عشرين اللي هو الاربع هاي الاربع مضروب باختصر المضروب مع المضروب بتصير عندي نون ناقص ثلاث بتساوي اربعة جمع ثلاث للطرفين صارت عندي نون وتساوي سبعة نيجي هون رقم اربعة اثنان نون مضروب بتساوي ثماني واربعين اذا هون في عندي معامل لنون المفروض اتخلص منه قبل ما اعمل الحل فباجي بحكي على اثنين على اثنين هاي اثنين مع اثنين راحت صار عندي نون مضروب وتساوي الثماني واربعين تقسيم اثنين تعطيني اربعة وعشرين باجي بسأل حالي شو العدد اللي مضروبه اربعة وعشرين زي ما حكينا من اول ما نكون حفظين اللي هو عبارة عن الاربعة مضروب بنختصر المضروب مع المضروب تطلع عندي قيمة نون وتساوي اربعة نون زائد اثنين مضروب على ثلاث بتساوي اربعين هاي عشان اقدر احلها بتتخلص من المقام اسهل طريقة اتخلص من المقام لو عملنا عملية ضرب تبادلي او بضرب بمقلوب الثلث اللي هي ضرب ثلاث للطرفين لو عملنا ضرب تبادلي نون زائد اثنين مضروب ضرب واحد تبقى كما هي هاي نون زائد اثنين مضروب يتساوي 40 ضرب 3 بهي 120 باجي بحكي العدد اللي مضروبه 120 هو عبارة عن الخمسة فبتصير عندي نون زائد 2 مضروب يتساوي 5 مضروب المضروب مع المضروب اختصرتها صف عندي نون زائد 2 يتساوي 5 ناقص 2 لطرفين منها نون تساوي 3 نيجي نحكي هون نون مضروب ناقص 4 مضروب تساوي 6 و90 باجي بحكي الحل النون مضروب مجهولة هينون مضروب ناقص الاربع مضروب كنا بنعرف ان قيمتها عبارة عن 24 بتساوي 6 و90 زائد 24 للطرفين صفت عندي النون مضروب بتساوي 96 زائد 24 هي عبارة عن 120 هون ممكن طالب يجي يسألنا انه احنا فكينا الاربع مضروب بس ما فكينا نون مضروب احنا ما فكينا النون مضروب عشان انا اصل لعدد اختصر مضروبه مع مضروب النون فبتوجد عندي قيمة نون اما لو كان عندي قيمة العدد محدد زي الاربع اربع مضروب هون اسهل علي افكها وانقولها للطرف الثاني من هون باجي بحكي هاي النون مضروب بتساوي المية وعشرين ده اكتب على صورة عدد له مضروب اللي هو الخمسة ها الخمسة مضروب مضروب مع مضروب قيمة نون بالنسبة لنا وتساوي خمسة في المسألة رقم سبعة اثنان نون مضروب زائد ثلاث مضروب بتساوي اربعة وخمسين من يجي منحكي اثنان نون مضروب زي ما هي زائد الثلاث مضروب هو عبارة عن الستة بتساوي اربعة وخمسين ناقص ستة للطرفين اثنان نون مضروب وتساوي اربعة وخمسين ناقص ستة عبارة عن الثمانية واربعين على اثنين على اثنين متخلص من معامل نون صار عندي نون مضروب وتساوي ثمانية واربعين على اثنين اربعة وعشرين يلا بلاقي عدد مضروبه 24 شو هو هو عبارة عن الاربعة مضروب اختصرت مضروب مع مضروب قيمة نون بالنسبة انه وتساوي اربعة في المسألة الاخيرة خمسة نون مضروب بتساوي خمسة لو قسمت الطرفين على خمسة بطلع عندي نون مضروب بتساوي واحد هون باجي بسأل حالي شو الاعداد اللي مضروبها واحد زي ما حكينا انه احنا مضروب الواحد بساوي واحد العدد الثاني كتبناه بحالي خاصة انه الصفر مضروب ايضا بساوي واحد فهون عندي قيمتين لنون اما نون بتساوي واحد هي اختصرنا المضروب وباجي بحكي نون بتساوي واحد او هون باجي بحكي الصفر مضروب باختصر مضروب مع مضروب قيمة نون بالنسبة انه بتساوي صفر ففي عندي قيمتين مضروبهم قيمته واحد اللي هو الواحد مضروب الواحد بساوي واحد ومضروب الصفر كحالي خاصة كتبناها بتساوي ايضا واحد نيجي على المسألة رقم 9 نون مضروب على 3 مضروب زائد الخمس مضروب بساوي 124 نون مضروب أخليها زي ما هي هاي نون مضروب على الثلاث مضروب قداش قيمتها بالنسبة إنا 6 زائد الخمس مضروب كنا بنعرف أنه قيمته 120 بتساوي 124 ناقص 120 للطرفين بتصير عندي نون مضروب على 6 بتساوي 124 ناقص 120 قيمتها 4 ضرب 6 للطرفين أو زي ما حكينا بقدر أعمل ضرب تبادلي بتصير عندي نون مضروب هي اختصرت الستة مع الستة بقى عنا نون مضروب بتساوي 4 ضرب 6 هي عبارة عن 24 وزي ما حكينا احنا حفظين مضروب الأعداد العدد اللي مضروب 24 هو عبارة عن 4 اختصرنا مضروب مع مضروب بالنسبة إنا قيمة نون وتساوي 4 وهيك حلينا المسألة نيجي على رقم 10 معطيني سالب ستة زائد بين قسان نون زائد واحد مضروب بتساوي 0 مضروب زائد 17 هذه السالب ستة زي ما هي زائد نون زائد واحد مضروب بتساوي احنا بنعرف كلنا انه مضروب السفر واحد زائد عندي هون 17 يلا سالب ستة زائد نون زائد واحد مضروب بتساوي 1 زائد 17 هي عبارة عن 18 ده تخلص من السالب ستة بجمع للطرفين زائد ستة صار عندي نون زائد واحد مضروب بساوي 18 زائد ستة هي عبارة عن الاربعة وعشرين شو العدد اللي مضروبه اربعة وعشرين هو عبارة عن الاربعة مضروب نختصر مضروب مع مضروب صارت عندي نون زائد واحد بتساوي اربعة ناقص واحد للطرفين ومنها قيمة نون بتساوي ثلاث المسألة رقم 11 معطيني 100 ناقص بين قسين نون مضروب بتساوي سالب عشرين ليش حطلنا نون مضروب بين قسين والسالب بره لانه احنا زي ما حكينا المضروب فقط للاعداد الصحيحة الموجبة فلما يكون عندي السالب بره بقدر اقسم الطرفين على سالب بس قبل ما اقسم الطرفين على سالب عندي هون زائد 100 فباجي بحكي ناقص 100 للطرفين اختصرناها 100 ناقص 100 سفر ظل عنا سالب بين قسين نون مضروب بساوي سالب 20 ناقص 100 عددين لهم نفس الاشارة بجمحهم وباخد اشارتهم هاي اشارتهم السالب بتنزل زي ما هي 20 زائد 100 120 بقسم الطرفين على سالب 1 على سالب 1 الاشارة السالبة اختصرناها تبقى عنا نون مضروب بتساوي سالب على سالب موجب 120 باجي بحكي شو العدد اللي مضروبه 120 كلنا بنعرف انه عبارة عن الخمسة مضروب باختصر المضروب مع المضروب قيمة نون بالنسبة لنا بتساوي خمسة المسألة الرقم 12 والاخيرة معطيني 3 نون ناقص 1 الكل مضروب بتساوي 2 احنا بنعرف الاثنين شو العدد اللي مضروب اثنين كنا بنعرف انه نفسه الاثنين مضروب باختصر مضروب مع مضروب بتصير عندي 3 نون ناقص 1 بتساوي 2 زائد واحد للطرفين صار عنا 3 نون بتساوي 3 بقسمتنا الطرفين على 3 تطلع بالنسبة لنا قيمة نون بتساوي 1 وهيك احنا بنكون انهينا درس طرق العدد اللي بحب من طلابنا الأعزاء تنزيل الدوسية عنده بصيغة البي دي اف رح تكون موجودة على الرابط الفيديو على قناة اليوتيوب وان شاء الله بتقدروا تنزله من خلاله الدوسية كاملة